إسبانيا والمغرب يعبران عن عزمهم الأكيد والتزامهم الراسخ بمواصلة جهودهم المشتركة في مجال التدبير الإنساني للحدود وقضايا الهجرة وفق ما أكدته إلينا غارزون أوتاميندي المديرة العامة المكلفة بالعلاقات الدولية وقضايا الأجانب بوزارة الداخلية الإسبانية عقب اختتام أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول التدبير الإنساني للحدود إن جهودا كبيرة بوزلت من قبل البلدين هناك بالفعل عناصر إيجابية جدا تتعلق بتدبير فعال للحدود من جهة وذو طابع إنساني من جهة أخرى وهو أمر لا ينطوي على أي تناقض بل يعكس تكاملا هناك العديد من النماذج المشتركة التي تم تنفيذها بالاشتراك مع الجانب المغربي الذي نعمل معه منذ سنوات لأننا نعتقد أنه في مواجهة ظاهرة عالمية والتي يمكن أن تطرح تحديات أخرى يتعين مواجهتها أمن سبيل أمامنا سوى التنسيق والعمل سويا على أساس الثقة المتبادلة وتوحيد جهودنا ومواردنا المختلفة المسؤولة الإسبانية أشارت إلى أن البلدين يوليان أهمية خاصة لتدبير الإنساني لحدودهم المشتركة مع احترام حقوق المهاجرين مستشهدة على سبيل المثال بالعديد من المجالات التي يؤتي فيها التعاون بين البلدين ثمارا ولا سيما مكافحة الشبكات والمنظمات الإجرامية وعمليات الإنقاذ في البحر ترجمة نانسي قنقر